اشتركوا في القناة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس اللجنة البحرينية رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وذلك بمناسبة تحقيق المنتخب الوطني لألعاب القوى لذوية لعاقة إنجازات مشرفة بالنسخة العاشرة من بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى بحظ سبع ميداليات ملونة والنسخة الثامنة من بطولة الشارق الدولية لألعاب القوى بحظ ثمان ميداليات ملونة بالإضافة إلى الحصاد المشرف في دورة الألعاب الأقليمية التاسعة للأولمبية الخاص البحريني بحظ تسعة وثلاثين ميدالية ملونة التي بدورها تأهل أربعة عشر لاعباً ولاعباً إلى دورة الألعاب الأسيوية التي ستقام في العاصمة الاندونسية جاكرتا في أكتوبر القادم وأكد سمو أن ما تحقق من إنجازات في المشاركة الثلاث بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والذي تمثلت في أربعة وخمسين ميدالية ملونة هي ثمرة الرعاية والدعم الكبيرين من لدن عاهل البلاد المفدة يده الله وتوجيهة جلالته المستمرة بالاهتمام بذوية العزيمة وتشجيعهم ودفعهم نحو الاندماج بالمجتمع الأسيما في المجال الرياضي وأضاف سمو أن الحكومة الرشيدة قد وضعت ذوية العزيمة ضمن أولوياتها في المشاريع الحكومية وبخاصة على المستوى الرياضي وشار سمو إلى أن ما يبذله سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة من جهود مثمرة ساهمت في ترجمة التوجيهات الملكية السامية لتعزيز حضور وتواجد فئة ذوية العزيمة بالرياضة البحرينية من خلال البرامج الفاعلة والخطط التطويرية التي رسمها سمو وأكد سموه مواصلة العمل على بذل مزيد من الجهود بهدف النهوض برياضة ذوية العزيمة مهني أن سموه رئيس وأعضاء ومنتسبية الاتحاد البحريني لذوية العاقة على هذه الإنجازات متمنيا مزيدا من التقدم والرفعة لهؤلاء الرياضيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر